بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين جل يوم شاء الله وتعالى حول حلقة جديدة مع روتر TP-Link لضبط الإعدادات نبدأ على بركة الله نذهب إلى الموتصفة نقوم بإدخال الAP الخاص بالروتر 192.168.1.1 ها هو أمامنا الآن نأتي على هذه الصفحة ثم نعمل ثم نتابع لأن هذه البيانات تبقى على هذا الشكل الذي هي عليه هنا لدينا الأمر المهم والذي هو به يعني يفعل الأمر كله يعني هذا الـ Ether name والـ Password هذا غالبا تتكون تصوات المغرب تتعطيك هذا الـ Ether name والـ Password في الـ Control في حالة إذا ما أعطاوك شهد الـ Ether name والـ Password في الـ Control فتتستعمل يعني الكود الخاص فتصوات المغرب والذي هي عدة كودات يعني الكاي الصفر صفر واحد واحد أو يعني الـ Test 2019 إذا سنقوم بـ Test 2019 مدام ما عدناش الكود الخاص هكذا Test 2019 نقوم بـ Copy ثم نأتي إلى الـ Password Pass نقوم بـ Next نقوم بـ Next هذه الـ Beyanات تتفقى على هذه الشكلة التي ترى لأنها أيضا مكون فيجراء الآن هكذا يتطلب العمى هنا تتعطيك غير الكود يعني المطبس ديالـ Avouter إذا تبدلو كتبدلو وتتخليه كتخليه هذا كيوق على هذه الشكلة هذه الـ WebPSK فأسنفضل أنها تتفقى على هذه الشكلة ثم نقوم بـ Next ثم نقوم بـ Save حتى يتم ضبط هذه الإعدادات على الـ Router حتى يعني نكون قد استفدنا من الـ Anternet وتم إطلاق أو تشغيل الخط Save وننتظر قليلا حتى يتم ضبط الإعدادات في الـ Router الآن تم ضبط الإعدادات وننتظر قليلا حتى يعني تشغل الـ Anternet إذن هذا الـ Router هناك أمور كثيرة يعني أسأل عنها الكثير منها يعني إخفاء يعني شوك بتنخفي الآتيزي الجلي موقف طالع كاللي تبغي يعني مثلا إذن يدير كود مشفى مهم هناك عدة بيانات هذا نتركه إلى حلقة جديدة إن شاء الله وتعالى إذن الآن إن شاء الله وتعالى الـ Anternet أصبحت شغالة ونكون قد أنهينا الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته